96 ساعة بتفصلنا عن مباراة الحد اللي جاي 96 ساعة بتهيالي ان كل اللي بيشغل عقل وبال ميسر مارسل كولر التفاصيل كل التفاصيل ويمكن الرجل يتفرج على مباراة الزهاب مرة واثنين وثلاثة عشان يتفرج اكتر على فرقة الوداد ويعرف ازاي يتعامل معهم في مباراة العودة عشان يشوف ويراجع مستوى الاقلي في المباراة وإيه الاخطاء اللي ممكن تكون قدت لنتيجة اللي كنا نتمنى انها تكون افضل منك لكن في النهاية تريح بروح معنوية عالية رايح بمكسب فرصك ان شاء الله بإذن الله كبيرة وان شاء الله بإذن الله بإذن الله ربنا يكرمنا يوم الحد وهنكسب مرة تانية الودادة على ملعابه ووسط جمهوره زي ما عملناها مرتين قبل كده على كل احوال زي مكنت بقولكم النهاردة صفر وفد إداري طبعا كابتن سامير عدلي بالتنصيق مع صفارة مصر في المغرب بيتم التحضير للاستقبال بقسة الاهلي اللي توصل بكرة ان شاء الله النهاردة فيه تمرينة يمكن هتبدأ كمان دقيقة هنحاول ان احنا على مدار الحلقة يعني نروح للأهلي في الجزيرة ونعرف أخبار تمرينة الاهلي النهاردة ايه بكرة هيبقى فيه تمرينة خفيفة الصبح وبعد كده البعثة هتستقل الطائرة الخاصة تتوجه للمغرب هيكون فيه ميران يوم الجمعة وميران أساسي يوم السبت وبعدها ان شاء الله بإذن الله نلعب مباراة نهائية حتى التفاصيل اللي خارج النواحي الفنية الاهلي الحقيقة منكز فيها أو الهاز الفني الاهلي منكز فيها بشكل كبير جدا يعني خلينا نقول لكم مثلا دكتور أبو الوفى المعد النفسي للفريق في الجهاز الفني عمل جلسات تحفيزية الفترة الأخيرة للعيبة كتير عاد مع الفريق كله اتكلم على إزاي تم تجديد الدوافع اتكلم على إنه إزاي دي أهم مباراة في الموسم كله أهم بطولة في الموسم كله وإنه إحنا بناخدها بأفضلية يجب استغلالها كأفضل ما يكون حتى في الشق المتعلق بالتعامل مع الجماهير وإحنا عارفين طبعا جماهير الكرة المغربية عموما سواء ودد أو رجاء إيه برضو يعني جماهير ليها تأثيرها وليها دور كبير مع فراغها إزاي يقدر لعابة الأهلي رغم إنهم أنا متأكد طبعا يعني لعابة الأهلي خدت خبرات كتير جدا في السنين اللي فاتت سواء من لعبها في بطولات زي بطولات كاس العالم أو من لعبها خارج مصر في حضور جماهير كبير زي مطشاط السوبر اللي من لعبها في الأمارات أو حتى مطشاط دوري أبطال أفريقيا اللي بنتوغل فيها في مجال أفريقيا وبنقابل على كل شكل ولون قصة التعامل مع الجمهور أعتقد أن اللعيب عندها خبرة كفاية دراية كفاية بإزاي تتعامل مع ده لكن طبعا دكتور أبو الوفد كلم معه في ده وإزاي يتفاده تماما حالة التأثير الجماهير وأنا بشوف أن أسلاح الجماهير وارد جدا بشكل معين بأداء معين يعمله النادي الأهلي في المباراة لو نجحنا فيه لو قدر مستر كولر أنه يسكت الجمهور في الملعب بأداء ويا سلام لو كان فيه هدف أعتقد أنها تفرق معنا كتير جدا في حتة تحييد الجمهور ومش بس تحييده فكرة أنه الجمهور هيتقلب بدل ما هو عنصر ضغط عليك هيبقى عنصر ضغط على فرقة الودات حتى الجزء المتعلق بالتغذية يعني كان فيه صرار على استحاب الشيف محمد الدالي الشيف الخاص بالنادي الأهلي ويمكن في أغلب الرحلات الخارجية بيبقى فيه حرص طبعا على أنه القصة الخاصة بالتغذية فيه برنامج غذائي محطوط لكل لعب على حدة فيه أنواع معينة فيه طرق طبخ معينة فيه جرعات معينة فبالتالي فيه حتى التفصيلة دي كان الأهلي حريص على أنه يصحب معاشر محمد دالي لرحلة المغرب